ما زال منشستر يونايتد مستمرا في بحثه عن تحويل الصيغة الأوروبية إلى طريقة لحل المعضلة المحلية ففريق المدرب جوزي مورينو لم يعرف الانتصار سوى في لقاء وحيد في آخر ثماني مباريات خاضها النادي الذي اشتهر بحسم المباريات في اللحظات الأخيرة بات يهدر النقاط في الدقائق القاتلة من مواجهاته الضربة الأخيرة أتت حين أضاع يونايتد نقاطا كانت بالجيب أمام أفرتن وإن كان جوزي مورينو يعتقد بأن الحظ يعانده فنلعبه الأرميني هيريك مختاريان ينظر للأمر بطريقة مختلفة لا أعتقد بأن الأمر مرتبط بالحظ أعتقد أن الأمور تعود إلينا وليس للحظ فلو تمكن من سجيل هدف ثاني في مباريتنا فإن لا أحد سيتمكن من إيقافنا لربما لا نقوم بالضغط على المنافس بالشكل الكافي حتى النهاية أو نرضى بسجيل هدف وحيد قد لا يكون كافيا فنحن تلقينا أهداف اللحظة الأخيرة أمام أرسنال وستوك وإيفرتون من المؤسف دوما أن نستقبل أهداف مع نهاية المبارات التاهل إلى الدور القادم من الدور الأوروبي كان مهما بالنسبة ليونيتد خاصة وأنه قد يشكل بوابة عبور إلى دورية الأبطال الموسم القادم إن لم يلتحق يونيتد برباعي الصدارة المحلية خاصة وأن ست نقاط تفصله عن ضيفه القادم توتنم الساعي بدوره للاتحاق بذلك الرباعي لا يجب أن نشغل تفكيرنا بأن الفارق ست نقاط أو تسع نقاط أو ما شبه يجب أن نركز على أنفسنا وينفعنا ذلك فإننا سنتصر بمبارايتنا وحينها لن يكون الفارق كبيرا لكن إن جعلنا تركيزنا مصابا فقط على أن فارق النقاط الست سيصبح ثلاثا إنفزنا فإننا سنضيع وقتنا هباء لنركز فقط على المواجهات التي تنتظرنا ونحقق الفوز فيها عادت توتنم بسرعة إلى الدرب الصحيح بعد خسارته الأولى في الدوري أمام تشلسي بعد الفوز العريض الأسبوع الماضي بخماسية في مرمى سوانزي متاعب يوناتد الهجومية ستقع تحت اختبار حقيقي أمام دفاع سبيرز الأبخل في الدوري دون نسيان بأن فريق المدرب ماوريزيو بوشتينو حافظ على نظافة مرمى في ستة من مواجهاته التي خاضها حتى اللحظة واجهت توتنم الموسم الماضي حين كنت ألعب مع دورتموند ويمكن القول بأنهم يملكون فريقا ممتازا مع مدرب رائع وهم يلعبون كرة جميلة لكن الأهم هو من يكون جاهزا أكثر في يوم المباراة ملعب أولترافورد كان عقدة دائمة لتوتنم لكن سيرز فاز هناك مرتين في آخر أربع زيارات له بدوره لم يعرف يونايتد الفوز أمام أي فريق يعلوه في الترتيب هذا الموسم لذا فأن هذه المواجهة تشكل فرصة جديدة لإزاحة غيوم الشك التي تحوم حول نتائج الفريق في الدوري زياد منصور بيان سبورتز منشستر